من جديد أهلا بكم في شير نعرف مشاهدين الكرام أن البدو هم من يرتحلون من مكان إلى آخر بحثا عن المأكل والمشرب حيث يستقرون أينما وجدت الأساسيات التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة لكن ومع تطور التكنولوجي الهائل صار هناك مصطلح جديد وهو البدو الرقميون وهم الأشخاص الذين يجمعون ما بين العمل والسفر في سياق واحد فيتنقلون من دولة إلى أخرى مستمتعين بلذة ومزايا سفر وفي الوقت ذاته هناك مصدر دخل ثابت لا يرتبط بمقر أو حتى مكان معين فما هي مزايا وعيوب هذا النهج وكيف يمكن أن يصبح أحدنا رحالة رقمية دعونا نقترب أكثر من هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت السيد عمر قسقس وهو الصحفي وخبير مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة عمر أهلا بك على شاشة الغد مساء النور أهلا وسهلا عمر قربنا أكثر عن مصطلح اللي هو الرحالة الرقمية وفقا لرؤيتك كمتخصص نعم السيد صلاحة الرحالة الرقمية هو شخص في يشتغل بأي مكان بالعالم وما عنده إقامة دائمة بأي مكان بالعالم وبيقدر يتأكلم مع الظروف بالبلد اللي هو عايش فيه من دون ما يتأثر شغله يعني لا أعطيك مثل فيه يكون شخص بشغل ديزاينر أوكي هيدا الديزاينر فيه يفتح لابتوبه بتركيا بمصر بالهند بأفغانستان بأميركا وين ما بده بيفتح بالبلد اللي هو بديه بالوقت اللي هو بديه بيفتح لابتوبه بيعمل الديزاين وبيبعطوه للشخص اللي طالبوا منه إن كان فريلانس ولا إن كان شركي وإن كان شخص ولا إن كان أي شخص هيدا هو الرحال الرقمي طيب متى ظهر هذا المصطلح وهل لجائحة كورونا دور في انتشاره؟ نعم لك الرحال الرقمي هي بلشت إذا بدك من الـ 2001 بـ 2010 تسجلت رسميا صار فيه شخص يقول أنه أنا رحال رقمي بالـ 2016 ازداد أعداد الرحالون الرقميون لأن صارت تجائحة كورونا إذا تتذكر تنتقل من بلد لبلد في بلدين فيها كتير كورونا في بلدين فيها أقل كورونا في بلدين عليها رستيكتد ما فيك تفوت عليها في بلدين كانت مفتوحة فالشخص الرحال الرقمي كان يتنقل من بلد لبلد بحسب ظروف في البلد طيب هناك أيضا بمناسبة ما ذكرته هناك أيضا بلدان تضررت اقتصاداتها بسبب نقص السياحة أثناء فترة وباء طبعا كورونا فركزت على هذه الشريحة الجديدة من الزوار لدرجة أن هناك دول نفذت تأشيرة مناسبة للبدو الرقميين ما مدى همية الأمر بالنسبة للدول إذن؟ نعم في كثير دول أصدرت تأشيرات مثل إسبانيا، مثل أستونيا، مثل جورجيا في كثير دول وغيرة كثير في كثير دول أجرت تأشيرات خاصة بالرحالين الرقميون بالرحالين الرقميين فشو بيستفيد اقتصاديا؟ في كثير استفادة، أول شيء أنت في شخص عم بيقعد عندك عم بيجيب مصارع البلد، عم بيصرف فقل بالبلد عم بيحط سقافته اللي أخدها من بلدان أخرى وخبراته أخدها من بلدان أخرى مع أبناء البلد وعم بيحط لك سقافة جديدة بالبلد وعم بيكتسب سقافة من البلد اللي هو ممكن فيه هولي كلهم إذا بتجمعهم هي فائدة اقتصادية لأن شخص واحد إذا بده يأكل شغل مطعم إذا بده يروح على بالترين شغل الترين فهيدا الشخص هو أصلاً اللي يكون رحال رقمي هو بحب السياحة وبحب السفر وبحب السقافة وبحب يكتشف والمغامرات هيدا المغامرات والسياحة وكلها التفاصيل هيدا مكلفة بتحتاج لتصرف مصاري انتا ان كان دخولية وان كان بالترين وان كان مطاعم هيدا كلها لذلك بيستفيد الاقتصاد اللي بيجلب الرحال الرقمي شو الفرق يا عمر ما بين الرحال الرقمي والموظف عن بعض في فرق كبير السيد صلاح الموظف عن بعض هو أنا فين يكون بلبنان مكيم ثابت وفين يكون بمصر مكيم ثابت وأعمل مع شركة ثابتة عن بعض وبيكون عم برقبني مدير أو جهة بشركة معينة تمام ولكن الرحال الرقمي ما عنده إذا بدك مكان لا تتعلق مهنته بالمكان الجغرافي أو الزمني فيه يكون عم يعمل إذا بدك سياحة بالهند وبيكون عم بيشغل بنفس الوقت بينما اللي بيشغل عن بعض ما فيه يعمل سياحة ويكون عم بيشغل ويا بيشغل يا بيعمل سياحة ما فيكون بأربع خمس بلدين مع بعض عم بيشغل بنفس البروجي لأن ممكن يكون عنده مشاكل ممكن يكون الشركة اللي بيشغل معها ما بتسمح بالسفر هالآن ممكن يكون الشغل اللي عم تشغل معه بتقولك ممنوع أنت بهيدا البلد تشتغل بينما الرحال الرقمي ما فيها شركة أو جهة تجي تقول له ممنوع تروح على إكس من البلدين لأن نحن ممنوعين ندخل هناك طب يمكن هذا اللي ذكرته يا عمر بيقودنا إلى السؤال الآتي ما بين حرية اختيار مكان العيش والعمل وكسب الرزق يعني حدثنا عن أبرز مميزات العمل كرحالة رقمية في كتير مميزات للرحالة رقمية وأنا بتمنى أكون رحالة رقمية أول مميزة أنه أنا عم بتعرف على سقفات جديدة أنا أتخيل أنت كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر السافر على بلد جديد أو على مدينة جديدة أداب تكتسب خبرات سقفية أداب تكتسب خبرات لغوية أداب تكتسب خبرات مهنية أداب تتعرف على ناس جديد أداب يصير عندك بي آر جديد كل هالتفاصيل أداب تصير أنت يتفتح راسك على مجتمعات أخرى أنت ما شايفة إلا إذا بدك بمقال أو بفيديو على يوتيوب كل هذه الاكتسابات هي حق ملايين الدولارات طيب بالرغم من هذه الانتيازات وهذه المزايا وحرية التنقل إلا أن البعض يذهب إلى عيوب ترتبط بالرحالة الرقميين منها مثلا عدم العيش في مجتمع مستقر أو حتى بناء صدقات دائمة وعلاقات دائمة وهذا الأمر قد يسبب الوحدة والاكتئاب كيف ترى ذلك؟ بطبيعة الحال أي شخص يعني استيس صلاح أنت إذا بدك تقوم على شغلك بتقوم ببيتك معوض على بيتك على غرفتك بتشعب في جن القهوة على سيارتك على الطرقات اللي بتتجه فيها لشغلك كل هالروتين هو بريح الإنسان أنت تخيل عايش بلا روتين تخيل عايش بلا مكان جغرافي بلا مكان زمن أدي فيك تبني عائلة أصلا إذا أدي فيها الشيكة حياتك تقدر تتقبل أنه أنت كل جمعتين ببلد كل جمعة ببلد أديها التقلبات المادية والجغرافية والزمنية على الشخص أدي بيقدر يتحمله أدي الشيك حياتك أصلا بدي يكون مرم مثلك لتقدر تتحمل هالظروف اللي ممكن تنعكس عليك سلبا أو إيجابا لذلك في صعوبات ما بيتخيلها أي إنسان عشان هيك نحن حكينا عن الحرية أنك تكون رحال رقمي أنت ما فيك تكون رحال رقمي مجبرا ما ممكن أنت بدأك تقرر هيدا الشيء من جوة أنت بتحب تعيش المغامرات وتحب تعيش الثقافات المختلفة وتحب تعيش ببلدان كتير خلال حياتك اللي بدأك تقضيع اللي هنه 70 ولا 80 سنة هيدا قرار شخصي لك عيش بالضبط طيب إحنا هيك تحدثنا عن المزايا والعيوب يا عمر طب هلقيت لو بدي أسير رحالة شو هي الخطة وشو هي المراحل اللي لازم أعبرها عشان أسير رحالة رقمي أول 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 إذا بدك شغلي لازم يكون جواتك للسير رحالة رقمي هي ثلاث قصص أول قصصة أن يكون أنت عندك سكل يعني بالعربي سكل يعني مهارة سكل مهارة دايما عم بتطورها وبتقدر تشغل بهيد المهارة بأي مكان بالعالم إن كنت مصور ولكنت فوتوغرافر ولكنت مرشد سياحي ولكن كل هالتفاصيل اللي تقدر تشغلها بكذا بلد أنت ما فيك تكون مكانسيان وتشتغل تكون رحال رقمي بدك تكون إلا علاقة بالإنترنت شغل إلا علاقة بالإنترنت وبتخلص عبر الإنترنت ثاني شغلة تكون عندك شخصية مرينة لتتقبل كل السقفات وكل الأديان وكل المجتمعات بالعالم اللي بدك ترحله ثالث شغلة أنت بدك تكون عارف أنه أنا في أمرار حأكل من الشجر وفي أمرار حكون أنا بأحلى مطعم هيدا التقلبات المادية والاجتماعية بدك يكون شخص مدركة قبل ما يصير رحال رقمي إذا أنت مقتنع بها ثلاث قصص ومستعد أنك تغامر وتكسر الروتين بحياتك أنت سترحال رقمي طيب شو هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الشخص كي يصلح لهذا الأمر يعني هل هناك صفات شخصية يجب أن تتوافر في الشخص أهم صفة بدك تتوافر بالشخص ليكون رحال رقمي هي صفة أنه ما بيكون بيحب الروتين لأن بالرحال الرقمي أنت ما عندك روتين أنت اليوم بتكون ببيت اليوم بتكون مع أصدقاء اليوم بتكون مع جيران بكرة الصبح هتكون مع أصدقاء وجيران وبيت مختلف هتكون بفيو مختلف هتتجه لتشغل بمطرح مختلف كل هالتفاصيل أنت عم تتعلمها لأول مرة فلازم تكون شخصيتك مرينة تاخد كل شيء بيصير معك بإيجابية أي سلبية بتنعكس عليك اكتئاب وبتنعكس عليك بشكل بدم مرك إذا بدك مستقبلك لأن أنت إذا رحت على بلد لأول مرة بدك يوم يوم يومين 3-3 تشوف وين المترو وين المطاعم وين في مطاعم طيب تخيل أنت كل شهر أو كل جماعة بتعيش هذه التجربة طيب كيف يا عمر وسريعا يمكن أيضا أن تبدأ تجربة صناعة المحتوى القايم على توثيق رحلات السفر وأيضا اللي هي المغامرات نعم أول شيء بدل يكون أكيد الرحال الرقمي عنده صفحات عن مواقع التواصل الاجتماعي لا يقدر يشارك تجربته مع الرحال الرقمي الثانيين لأن هذه المغامرات مثل ما فيه المغامر للصحفيين المغامر للمصورين مثل للأديترز فيه المغامر للرحال الرقميين ففيه كمان أشخاص بيحبوا يتابع الرحال الرقمي فيه أشخاص بيحبوا يتفاعلوا معهم يتعرفوا على صقفتهم يتعرفوا على تجربهم فلذلك أنت لازم يكون عندك أول شيء تصور شو عم بيصير معك خلال يومك تنشر على السوشيال ميديا وتتفاعل مع العالم وأعتقد أنك أنت بستير من أهم الرحالين الرقميين بالعالم أشكرك شكرا جزيلا لك عمر قصقص الصحفي والخبير في مواقع التواصل الاجتماعية شكرا جزيلا